المشكلة انك انت الخط الخلفي في مشكلة كبيرة حجازي لعيب كبير طبعا مفيش شك في كده ولعيب بيعرف يبني الهجمة لعيب بيلعب بدمانه كويس لعيب خبراته كبيرة قوي ولكن مفيش شك ان واضح جدا ان حجازي بسبب هل العمليات هل بوعده عن الملعب فترة طويلة هل عدم جهازيته يدوب راجع كان في ماتش الاهلي اللي لعب فيه ورجع هنا ماتش ولا ماتشين رتم اداءه قليل السرعات والحاجات اللي فيها الرشاقة اللي هي اي حد حتى الجن الاولاني هو اتزحلق بدون داع الجن التاني بتاع موزنبيق اتزحلق والرجل ازقها وحطها امبارح برضو في ماتش في نص الملعب الرجل بيزوق الكرة بيعدي بخلاص السرعات عنده والرشاقة والمرونة والرشاقة تحديدا اكتر فيها مشكلة شوي فانت ملعب كمان قدامه النيني فانت عامل مشكلة للاتنين اللي وراء والرجل اللي قدامه ونفس الشيء في البكين وبعدين حجازي بيعمل حاجة لانه قدراته اللي هي البدنية والاندفاع ما بقى ازها الاول ما بيروحش يطلع بمحمد عبد المنعم ويدغطه عشان يعملوا كتلة واحدة قدام تملي زائق لورا زائق محمد عبد المنعم ونني او حتى في ماتش مبارع مروان لتحت فبيعمل مساحة كبيرة اوه في نص المنعم من فتحة الدنيا طيب فدي نقطة انا بس مش عايز اقطع بس اسألك في الجزئية دي هي ايه مشكلة افراد عشان كمان في بعض الناس لمعرى محمد عبد المنعم ولا معرى محمد حمدي ولا معرى محمد هاني ولا معرى محمد هاني وبقى كده عمر كمان بيخش فلا معرى عمر كوال هي ايه مشكلة افراد ولا مشكلة منظومة دفاعية يعني مثلا هفكرك بكالوس كيروش كان كل المدافعين اللي بيلعبوا مع متخمص حتى اللي بينزلوا بودرعين علي جابري ينزل ياسر ابراهيم ينزل اي حد تلاقيهم محميين ببكات وملعبة وسط فهم بيخشوش في السباقات سرعة كتير حيث انه برضو المساحات الكبيرة اللي حم نلعب بيها بطول الملعب دي كشف المدافعين بتوعنا قوي ما ها دي بقى النقطة اللي هنتكلم فيها في جزئية التعديل لو الراجل حب يعدي هو كروش او كوبر كانوا بيعملوا ايه تملي لمين الفرقة في نص الملعب فمدية المساحات مع الخط الخلفي مع حجازي مع اللعبة بتاعت نص الملعب مع المهاجمين في نص ملعبنا فالمساحات ديئة فهاني هتلاقيه محمي بالجناح بالرجل للنص الملعب بالدفندر الخطوط قريبة الناحية التانية نفس الشيء نص الملعب نفس الشيء قدام عبد المنعم وحجازي نفس الشيء الخطوط كلها راجعة فهي كتلة واحدة بس في التلت اللي عندنا بالزبط ويبتدي يلعب على هاجمة مرتدة انت دلوقتي ميستر فيتوريا لانت واضح هل هو بيهاجم وبيلعب بالاسلوب الهجومي ده على طول ولا انت لامم قوي لفرقتك فانت فيه مسافات بتتفتح ايوة بين نص الملعب والمهاجمين وخط الدفاع فعشان كده هتلاقي ماتش موزنبيق ماتش غانة ماتش الرأس الاخضر تناقل الكرة بكل بساطة وسهولة وكل كرة علينا خطيرة وكل كرة خطيرة ليه بقى ان انت تيجي ما تيجي تشوف هاني وهو بيلعب مش محمي كويس لا من الوسط المدافع ولا من رقم تمانية ولا من او لو لعبنا بتلاتة يعني ولا من الجناح ولا من الرجل اللي خلفه اللي هو المساكل اللي هو المفروض الحجاز هو اللي بيقفل في لحظة مهاني بيطلع يضغط ما هي اللي ها فيها الباك فهي المنظومة زي ما انت قلت كلها فيها تفكك في النواحي الدفاعية واستمرت في الثلاث ماتشوات صحيح افضل نسبيا ماتش غانت الاداء تحسن نسبيا وبالذات الشوت التاني الشوت الاولاني الرتم كان قليل الاتنين متحفزين هو عمل تعديلة اللي هي قعد زيزو وخلى حمدي وإمامه والنني مسك وسط الملعب يعني بقت في عدد شوية في نص الملعب فلم الدنيا ودى صلاح جناح حتى لو فيه لعبة مش في حالتها بس ايه حلت المشكلة شوي صحيح بس برضو انت بتبقى رد فعل انت ملعبتش وابتدت الشراسة والاندفاع الهجومي لغير لما دخل فيك جون ابتدت نحرارة بقى نحرارة هخش بقى لا خلاص مفيش هاخرم من البطول مظبوط كده النحرارة اللي هي بقى النخايف بقى وعلى اسمي وعلى اسم البلد والناس بتتبعني والناس فايه الحماس من اللعبة وبتاع والغاية لما جبنا الجنين او هم جابوا الجنين احنا جبنا التعادل وبردو مشيت الامور ترجمة نانسي قنقر